المولى عز وجل يقول في كتابه العزيز وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَزِلَّةٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ يعني كان حال المسلمين وقتها كانوا في حالة من الزلة والضعف والهوان ونحن الآن مع العسف الشديد نعيش أيضا حالة مشابهة من الزل والهوان واحتلال لبلدنا العربية والإسلامية فما هي أوجه التشابه بين الماضي والحاضر وماذا علينا أن نفعل كي ننال هذه الانتصارات مرة أخرى لا شك أنه حتى ننتصر وحتى تعود إلينا العزة علينا أن نقتدي بأولئك السلف رضوان الله تعالى عليهم يعني أن نسير سيرهم وأن ننهج نهجهم وأن نتمسك بما تمسكوا به رضي الله عنهم إذا تباعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ذلا حتى تعودوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم الذي ينشغل بالتجارة يرضى بالتجارة وبالأموال وبالدور وبالأولاد ويحبهم أكثر من الله ورسوله وجهاد في سبيله ثق تماما المعادلة إنه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل عندها يعني كل الأمم تكون كالقصعة التي تتناوشها الأمم مثل حالنا الآن لماذا لأننا يعني أحببنا الدنيا وخفنا من الموت كرهنا الموت الموت في سبيل الله عز وجل وطبعا نحن نكره الموت والموت هكذا نراه الآن يتخطفنا سواء كان بكورونا أو بالمصائب أو بغير ذلك أو بتسلط الأعداء علينا أو أن نموت شهداء في سبيل الله بل بالعكس أطلبوا الموت توهب لكم الحياة ولذلك الصحابة رضي الله عنهم منهم من استشهد لكن منهم من وصل إلى أقصى الدنيا أنا مررت في تونس هناك يعني وجدت قبر الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو لبابة ولذلك أحبابنا في تونس يحبوا أن يسموا بناتهم لبابة حتى يقول بول بابة بول بابة تأسيا بذلك الصحابي الجليل الذي جاهد يعني وفتح مع عقبة بن نافع القيروان وأفريقيا وكل هذه البلاد ساروا الله وهبهم الحياة الله سبحانه وتعالى هنا في إسطنبول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي كان هو الذي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أكرمه في بيته أين استشهد أين يعني توفي أبو أيوب رضي الله عنه يعني عندما تقيس المسافة بين المدينة وبين إسطنبول والله مسافة يعني كبيرة جدا هذه الهمة العالية ولا شك أنه كان كبيرا في عمره في ذلك الوقت في ذلك الزمان عندما قال اقربوني إلى أقرب نقطة من الأعداء هذه هي أهمتهم هل لدينا هم مثل همتهم هل لدينا هم مثل همتهم